خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع وتداعيات الصراع القائم في اليمن أكد المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ العمل من قبل جميع الأطراف من أجل جعل الهدنة الإنسانية على نطاق أوسع بحيث تمهد لوقف دائم لإطلاق النار جروندبرغ قال إن الهدنة الإنسانية تتيح المجال للتحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية وخلق الظروف الملائمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومن ثم الشروع في عملية سياسية يقودها اليمنيون أنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة المبعوث الأممي لفت إلى أنه منذ بدء سريان الهدنة الأممية جرى تسهير 31 رحلة من وإلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين أقلت أكثر من 15 ألف مسافر مشيرا إلى زيادة الرحلات التجارية بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان إلى ثلاث رحلات في الإسبوع وأعرب جروندبرغ خلال إحاطته عن أسفه لعدم فتح الطرقات في مدينة تعز المحاصرة على الرغم من أن أبرز بنود الهدنة الأممية فتح الطرق والمعابر المغلقة مشددا على أن فتحها مسألة إنسانية بحتة وتدخل في طليعة الجهود الأممية وذلك على الرغم من عدم إحراز أي تقدم في هذا الشأن حتى الآن يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من آب أغسطس الجاري موافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة الإنسانية شهرين إضافيين وذلك بعد توصل تلك الأطراف إلى اتفاق الهدنة مطلع نيسان أبريل الماضي